ما هي الإجراءات التي يجب على العراق اتخاذها؟ يعني حدثنا أكثر عن الرسالة المتطابقة اليوم لمجلس الأمن خطوات البروتوكولية الدبلوماسية حسب القانون الدولي ما الذي من المفترض أن يتم فعله فعليا؟ والله يعني هذه ترى أمور دبلوماسية ترى احنا هذه الأمور هاي نعرفها وعايشناها من سنة الـ 80 كتابنا وكتابكم هذه تبقى أمور دبلوماسية ولا العراق الحق في الدفاع عن نفسه ايش وقت راح يدافع عن نفسه؟ ما هذا سوريا يومية يومية ينقصف وينزلون بيان وتحتفظ يحتفظ السوريين تحتفظ الحكومة السورية بحق الرد يصار كم سنة هم ينقصفون وين حق الرد؟ ما هذا الكلام احنا نعرفه سيدتي أنا أريد شيء واقع على الأرض أنا اليوم إذا انقصفت شا سوي اعتيادية راح المخاومة تقصفون طب هاي مو العراق عاد الناس كلها راح توقف العراق اللي أرسلت الرسالة لم أرسلها أنا العراق اللي أرسلت كتابنا وكتابكم اوكي والله اوكي والله هذا إجراء دبلوماسي صحيح يا عزيزتي لكن أنا أريد التعامل أشد قوة مع القطعات الموجودة على الأرض مع القطعات الغربية الموجودة على الأرض موجودين في قاعدة عين الأسد وقاعدة أربيل وقاعدة بلد وقاعدة مطار بغداد هذه إحنا أنا أحتاج أحمي لداخل مالتي عزيزتي زين أنا محتاج أحمي هذه أمريكا معروف أمريكا راح تقدمنا هذا الدعم لو راح تتركنا وحدنا نرزح تعتقا هسا ما أنا ماذا قلت لكي حتى لو استهدفوا فقط الفصائل أوكي استهدفوا الفصائل على أعتبار هم ومين الفصائل الفصائل موجودين بين على الأراضي العراقية صحيح بين على موجود الفصائل وبالتالي هو استهداف للعراق موجودين بين من هو هذه الكارثة هذه الكارثة يعني وين يريد يضرب إذا ضرب بيت واحد عشر بيوتين ما راح يوقع عنه زين ما هي هاي المشكلة اشتركوا في القناة